سرعان مبادئة الحرب العالمية الثانية عام 1939 وتوقف كل البناء فقد انقطعت تماما امدادات الحديد والصلب والخشب وصدر جيش ما كان موجودا في البلد من قبل من تلك المواد على اني وانا ما زلت مأخوزا برغبتي في البناء في الريف اخذت ابحث عن مسائل للتغلب على نقص بواد البناء وعلى الاقل فما زال لدي طوب اللبن ثم خطر لي انه ما دام لدي طوب اللبن وليس مشاهل اخر فاني لست باسوأ حالا من اجداد الاقدامين ان مصر لم تكن البلد التي تستورد دائما حديد الصلب من بلجيكا وخشب من رومانيا وان كانت قزلت دائما تمنى البيوت ولكن كيف كان يبنونها الجدران نعم اصنيع ايضا انا من الجدران ولكن ليس لدي اشياء اثقفها به الا يمكن استخدام طوب اللبن لاثقف به بيوتي من فوق ما الرأي في نوع الاقبية القبو هو الطالق المعقود في البناء بعضو الى بعض في شكل كوس وكلمة القبو لها معنى اخر في العربية هو بناء تحت الارض لحفظ الاغذية والمشروبات والمقصود هنا وفي كل الكتاب المعنى الاول المترجم والمعتاد انها حتى تثقف غرفة بقبو فان البناء يأتي بنجار لصنع شدة خشبية قوية يجب ازالتها عندما يتم صنع القبو وذي قد تكون قبوا خشبين كاملا يجري بكل طول الغرفة وتمسك به دعامات خشبية وتذكر عليه مدى بيك قبو البناء اثناء صنعها الا ان طريقة الانشاء هذه بالاضافة الى تعقيدها وتطلبها لمهارة خاصة للتأكد من ان لبنات اسفين القبو تتجي الى المركز من القوس فانها ايضا مما يتجاوز وسائل فلاح فهي من نفس نوع الوسيلة المستخدمة في بناء احد الجسور ثم تذكرت ان القدماء امكانهم بناء الاقبية دون شدة خشبية كهذه ففكرت في ان حاول فعل نفس الشيء وحوالي ذلك الوقت كان قد طلب مني ان اضع بعض التصمات للجمعية الملكية الزراعية وضمانت افكار الجديدة في هذه البيوت واشرحت ما اريده للبرنائين فحاولوا اقامة اقبية بدون استخدام الشدات الخشبية وصرعان منهارة الاقبية ولم تحرس المحاولات المتكررة اي نجاح كان من الواضح انه اذا كان القدماء قد عرفوا طريقة بناء الكابو بدون شدة خشبية فان السر قد ميت معهم واصدف ان كان اخي الاكبر وقتها مديرا للاعمال في خزان اسوان واستمع الى اخبار فشلي وانصت متعاطفا ثم ذكر ان النبيين في الحقيقة يبنون اقبية يقيمونها اثناء تشيدها بدون استخدام اي دعامة مطلقا وذلك للتصكيف بيوتهم وجوا معهم وانفعلت اشد الانفعال فالعلى قدماء رغم كل شيء لم يتفنوا سرهم معهم في مكابرهم ذات الاقبية المستفزة والعلى الجواب عن كل مشاكلي ذلك التكنيكة الذي سيجعلني اخيرا استخدم طوبة لابن في كل جزء من البيت ينتظرني هناك في النوبة النوبة تكنيك قديم للتقبية مع زالة باقية ذات الصباح في فبراير 1941 غادرت الكطار في اسوان في صحبة عدد من الطلبة والمدرسين من مدرسة الفنون الجميلة يقومون برحلة دراسية للمواقع الاسرية وانتهست الفرصة للذهاب معهم لمشاهدة ما ينبغي رؤيته في النوبة مكان انتباعي الاول هو عمامار اسوان نفسها الذي يتصف الى حد بالغ بعد من تميز انها مدينة اقليمية صغيرة تبدو كقاهرة رسة مصغرة مزروعة في الريف نفس وجهات المباني المدعية نفس وجهات الدكاكين المبهرجة نفس الجو المعتذر ذو العلاقات الساقيمة لشيء لعله قد يزبح جو مدينة كرحة صغيرة قئبة للعين تطل في المشهد الدرامي البديع للجندل الثاني لم يكن في اسوان شيء مما اطلبه وبالتالي ما من علامة تشيره الى تلك الاشعاعات عن التكنيكات التي اتيت بحثا عنها وكان من خيبة املي انني كدت ان الازم فندقي على اني كنت برحلة عبر النهرة ذلك ان اخي كان قد اخبرني انني يجب ان اولكي نظرة على القرى التي في الضواحي بدلا من اسوان نفسها وما اندخلت اول قرية وهي غرب اسوان حتى ادركت انني قد وجدت ما جئت من اجله كان ذلك علاما جديدا علي قرية باكملها من بيوت راحبة جميلة نظيفة ومتجانسة كل بيت فيها اجمل من البيت الثاني ليس هناك في مصر اي مما يشبه ذلك انها قرية من بلد الاحلام لعلها من كرة مدينة قديمة مخبوعة في قلب الصحراء الكبرى وقد احتفظ بها مهندسها المعمارية تيلة الكرون بلا تلوث من اي تأثيرات اجنبية او لعلها من قرية اطلانتس نفسها لم يكن سمت اثر لما يحدث عادة في القرية المصرية من حج تعسس من حج تعس للبيوت وانما كل بيت يتلو الاخر صامقة مرتاحة مسكوفا سقفا نظيفا بقب من الطوب وكل منزل مزين على نحو فريد انيق حول المدخل باشغال المخرومات الطوبية كالسترس كحليات بارزة وخطية من الطين ادركت انني انما انظر الاسر الحي الباقي لمعمار الطراث المصري الى طريقة بناء كانت بمثابة نموه الطبيعي من المشهد الخلوي الطبيعي يجزء منه بمثل ما تكونه نخلة الدوم في المنطقة وكان الامر كرؤية معمارية من عهود ما قبل السكوت قبل ان تؤدي النقود والصناعة والجشع والتكبر الى فصم المعمار عن جذوره الحقيقية في الطبيعة واذا كنت احسست بسعادة فان الرسمين الذين اتوا معي كانوا في حالة غامرة من النشوة واتخذوا مجالسهم في كل ركن وفضوا لوحات رسمهم ونصابوا الحوامل وامسكوا لوحات الالوان والفرش وبدأوا العمل واخذوا حملكون واسرخون وشيرون انها لهدية نادرة نفيسة بالنسبة لاي فنان وحاولت اثناء ذلك ان اجد من يستطيع ان يخبرني عن المكان الذي يعيش فيه البناءون الذين خلقوا هذه القرية ولكنني كنت اقل حظا ويبدو ان كل الرجال كانوا يعيشون بعيدا عن المكان ويعملون في المدن فلم يكن هناك سوى النساء والاطفال وكانوا اشد خجلا من ان يتحدثوا وكانت الفتيات اكتفين بالجري بعيدا هنا يقررن ضحكات ولم اتمكن من الحصول على اي معلومة مطلقا وعدت لما اتبكن من الحصول على اي معلومة مطلقا وعدت لأسوان وقد اتسيرت شهيتي وان كانت لم تشبع مطلقا فاصلت بحسي عن بناء يعرف سر بناء هذه الاقبية والصدف ان تحدثت مع النادل في الفندق عم طلبي فاخبرني ان هناك حقا بنائيين يعيشون في اسوان والناس يوصلني اليهم ويبدو انه لم يكن هناك عمل كثير ليكون به البناء المحترف لبناء منازل طوب اللبن ذلك ان كل رجل في القرية ايا كان عمله المعتاد يستطيع ان يقوم نفس منزلة مقبية واكذا فان تلك القلة من البنائين كانت توظف للعمل لحساب سكان المدن اقليمية مثل اسوان ممن قد فقدوا مهارات البناء بالطريقة التراسية وعلى كل فقد كان هناك بناءون قليلون جدا يبنون الاغبية وقال النادل الناس يعرفني للمعلم بغدادي احمد علي اكبرهم سنا وفي اليوم التالي ذهبت مجموعتنا لرؤية الجبان الفاطمية في اسوان وهي مجموعة من الادرحة المتقنة ترجع لقرن العشر بنيت بالكامل من طوب اللبن حيث الاغبية والقباب تستخدم بسلوب واصق فخيم ويوجد ايضا على مقربة من اسوان دير رهبان القديس سيمون وهو مبنى كوبتي من نفس الفترة هنا ايضا كانت استخدمت اقباب واغبية من طوب اللبن ولكن معمر الدير تتكشف فيه البساطة والتوضع بما يكون مثالا للدير وهذا يثبت ان لهذا النوع من المعمار القدر على ان يتوافق توافقا يتساوي جودة في الالهامات المتبينة للديانة الاسلامية والمسيحية ومن بين اشياء اخرى لاحظت بذهشة واهتمام عظيمين ان المطعم له رواق واسع يعتمد اعتمادا كليا على منظومة حذقة ومن اقبية رئيسية وسينوية وذلك التجنب اي حشو سكيل فيما بين السطح المقوس للقبو والسطح الافكي الارضية من فوقه وفي هذا اثبات الحجة بان مباني طوب اللوين يمكن ان ترتفع على طابقين والتظال القوية بما يكفي لبقائها الف عام كنت لهذا احصل على مزيد ومزيد من مأكد ذنوني بان المواد والاساليب التراثية للفلاح المصري هي اكثر من لقيقة لان يستخدمها الموانسون المعماريون المحدثون وان حل مشكلة الانسان في مصر يكمن في تاريخ مصر ومع هذا فقد بقي علي ان اتعلم الطريقة المحلية لسنة الاخبية وكنت قد وعدت بلقاء مع هذا المعلم البناء ولكنه لم يظهر ولم يصل بغدادي احمد علي في النهاية الا عند اخر لحظة بالضبط لزيارتنا وعندما كنا بالفعل على الرسيف انتظار الكتار وعندها والكتار يزعق بصبر نافذ ووسط هسيس البخار وقاقعة العربات وصحات الحارس والركاب والمودعين لم يكن لدينا من الوقت الا ما يكفي المصفحة بالايدي وتبادل العناوين قبل ان يحملن الكتار بعيدا الى الاكسر كانت ازيل رحلة المعمارية بالنسبة لي رحلة قنص وراء اقبيت طوب اللبن وبعد اسواد زيارتنا للاكسر حيث ابهاجني باجي خاص انا اتفحص صوامة كمحة الرمسيوم مخازن طوب طولية مقببة ببنية من طوب اللبن منذ 3000 ورعمية عام انها كما يبدو مادة تتحمل تحملا جيدا ومن الاكسر ذهبنا الى تونة الجبل حيث وجدت المزيد من الاقبية التي يبلغ امرها 2000 عام وكان احدها يدعم درجا ممتازا ومن عجب انني في جولة واحدة قصيرة شاهدت الدليل القائم على امتشار البناء بالاقبية خلال التاريخ المصري كله الا انني حسب ما تعلمناه ومدرسة العمارة بكنت اللي اظن ان احنا قبل الرومان كان يعرف كيف يبني عكدا وعلى بقى الاسهار يكثرون انتباههم على الانية المهشامة والنقوص المتموصة ومن اي لاخر كالتدب الحيوية في دراساتهم الصارمة عندما اكتفونا خبيئة من الزهب اما بالنسبة للعمارة فليس لديهم اي رؤية ولا اي وقت لها وهم في وسعهم ان يغفلوا عن المقولات المعمارية التي تقع تحت انفهم مباشرة وسمات قطب تذكر ان قدماء المصريين لم يتمكنوا من بناء الكباب على اني قد رأيت كبة مصرية قديمة في مقبرة سينب في الوسط تماما من جبانة الجيزة ولممكن اني كنا سمت شك في ان تكنيك بناء الاقبية والكباب بتوب اللابن ايضا كان تكنيكا مألوفا لتماما للمصريين في عاد الاسرة الثانية عشر البناءون النوبيون يعملون النجاحات الاولى عندما عدت الى القاهرة كتبت مباشرة لله اسوان في طلب البناءين لم يكن هناك وقت يضيع ذلك ان مزرعة الجامعية الملكية للزراعة كانت وما زالت بلا صقف بعد ان تهاوت اول محولها لنا لبناء الاقبية وخلال ايام قليلة التقيت ابو احمد وعبد الرحيم وابو النور بناءونا من اسوان وفي اليوم التالي كانوا يعملون في المزرعة ومنذ نفس اللحظة الاولى للقائبهم كان منهم ما يعد بعصر جديد للبناء فعندما سألتهم عن الطريقة التي يفضلونها لدفع اجريم باليوم او بالقطعة كانوا ابسط من ان يروا اي فارق بين الاثنين والان فان العام العادي يفضل كثيرا ان ياخذ اجراءه باليومية لانه عندها يستطيع ان ينال فترات راحة عديدة وان يكيف نفسه بتناول القهوة كل نصف ساعة وما شابه وان يمط من العمل بحس يستمر مصدر دخل له لأسابيع كثيرة ومع هذا لم يخطر قط الهولاء البنائين الاسوانيين انه يمكن ان يكون هناك توقيتان لانهاء عمل ما يعتمدان على طريقة دفع الاجر وقالوا ببساطة انه سيبنون سقف الغرفة مقابل 120 كرشا وعندما سألتهم كم من الوقت سيستخرج ذلك قالوا يوم ونصف اليوم وماء وعشون كرشا هي 18 جنيه ويكلف الطوب ما يكرم من جنيه واحد وهناك عاملان لمساعدتهم يكلفان جنيها واحدا اخر وكذا فانهم مبلغ 3 جنيه و40 ارش مصري يكون لدينا غرفة من 3 متر في 4 متر يتم بنائها في يوم ونصف اليوم ولو انها سلعة من الاسمنت التي تكلفت ما يكرم من 16 جنيه مصري ومن الخشب 20 جنيه ولو حقيقة انهم ماء ان بدأوا العمل حتى استغرقوا بالزبط يوما ونصف اليوم لتسكيف الغرفة الواحدة ويستمر الاتفاق على الشروط فقد طلب البناءون ان يقصن عليهم النوع الخاص من قوالب الطوب التي استخدمناها للأقبية وهي مصنوعة بكش اكثر من المعتاد لتكون خفيفة مكانة مقيسها هي 25 سنتي في 15 سنتي في 5 سنتي اي 10 بوصة في 6 بوصة في 2 بوصة وعليها على متال من اخدودتين مائلين متوازعين يرسمان بالاصابع من زاوية للاخرى فوق الوجه الاخر وهذه الاخديد مهمة جدا لانها تمكن القوالب من الاتصاق بالسطح الطيني بواسطة الامتصاص وكذا صنعنا قوالب الطوب جففنها وبعد مرور اسبوع ذهبنا للموقع ولحظتم نحن في طريقنا ان البنائين لم يكن لديهم اي ادوات سوى القدوم وسألتهم وين المسطرين معكم فقالوا اننا لا نستخدم المسطرين والقدوم فيه الكفية وعند مسرح فشلنا كانت الجدران ما زالت قائمة وان كان القبو الذي حاولناه قد نهار وكان في كل غرفة جداران جانبيان يبعدان بسلاسة امتار وجدار طرفي اعلى قليلا سيبنى القبو عليه وضع البنائون سقالتين عبر جدارين الجانبين على ما تقربها من الجدار الطرفي وصعد عليهم وتناولها حفلتان من الطين وخط قوصة مبدايا بمونة طينية على الجدار الطرفية ولما استخدمها اي مكياس اوداء وانما اتبع بالعين وحدها القطع المكافية مظبوطا طرفها على الجدارين الجانبين ثم استخدم القضوم في تجذيب المونة الطينية لجعل حدودها اقصر تحديدا وبعدها وقد وقف واحد منهما في كل جانب واخذها في رص الطوب وجعل الطوبة الاولى قائمة على طرفها فوق الجدار الجانبي واجهها المشكوك مبسوطا على مونة الطين التي فوق الجدار الطرفي ودقها جيدا في هذه المونة ثم اخذ البناء بعض الطين وصنع ازاء الطرف الاسفل لهذه الطوبة حشوة صغيرة وتدية الشكل بحيث يكون المدماك التالي مائلا بعد الشيء تجاه الجدار الطرفي بدلا من ان يقف قائما في استقامته وحتى يتم يكسر خط الوصلات ما بين قوالب الطوب يبدأ المدماك الثاني بنصف طوبة تنتصب على طرفها العلوي طوبة كاملة ولو كانت الوصلات في خط مستقيم لقلت بذلك قوة القبو وربما نهار ثم يقوم البناء بوضع مزيدا من حشو الطين ازاء هذا المدماك الثاني بحيث ان المدماك الثالث يكون ميلو اقصر حدة عن الخط العمودي وبهذه الطريقة قام البناءون بتدريج بتنفيذ بلاء المداميك المائلة وكل منها يعلو الارتفاع اقصر قليلا على خط تحديد الكوس حتى يلتقي خطة قوالب الطوبة المكوسان عند القمة وكلما كان البناءان ينتهيان من بناء المدماك كامل فانهما كان يحرصان على ادخال حشوات جافة تقطع من الحجارة او كسر الفخار وذلك في الفراغات ما بين قوالب الطوبة التي تكون المدماك في المنحية الخارجية لاسافين القبو ومن الاهمية ان لا يوضع ملاط طيني بين اطراف قوالب الطوب في كل مدماك ذلك ان الطين قد ينكمش لميصل الى 37% من الحجم وانكماش كهذا يشوي بصورة خطيرة من القطع المكافئة بحيث قد ينهي رقبه فاطراف قوالب الطوب يجب ان تتلامس احدها بالاخر وهي جافة بالاملات وعند هذه المرحلة كان للقبو الوليد سمك ستة قوالب طوب الطول عند القاعدة وسمك طوبة واحدة بالطول عنده كمة بحيث بدأ مائلا بزاوية لها اعتبارها على الجدار الطرفي وكذا فانه قدم واجهة مائلة ترص من فوقها المداميك التالية بحيث تصبح قوالب الطوب مدعومة دعما متينة وهذا المائل حتى بدون الاخدودين يمنع قوالب الطوب من السقوط مثل ما قد يحدث لطوبة ناعمة على وجهها عمودية وكذا يمكن بناء القبو كله مباشرة في العراء من غير دعامة او شدة خشبية ومن غير ادوات ومن غير تخطيط مرسوم لم يكن هناك غير بنائين يقفان على سقالة وصبي من تحتهما يركي بقوالب الطوب الاعلى ليمسكها البناءان البحزق في الهواء ثم دعناها بعفوية على الطين واتركناها في مكانها بقدوم مهمة كان الامر بسيطة لمدرجة لا تصدق وكاننا يعملان بسرعة وبدون انشغال بال وبدون ادنى تفكير بان ما يفعلانه وعمل رائع جدا من الاعمال الهندسية فهزان البناءان كان يطبقان بفهم حدثي خارج قوانين الاستاتيكة وعلم مقاومة المواد وطوب الطربة لا يتحمل قوى الانحناء بندنج او قوى الانحراف شيرنج ولهذا في النقاب صنع في شكل قطعة متكافئ يطابق شكل رسوم منحنى عزم الانحناء وهذا تزول قوى الانحناء واسمح لمادة البناء ان تعمل في حسب تحت تأثير قوى الضغط وبهذه الطريقة اصبح من الممكن انشاء الثقف بنفس اللبنات التينية المستخدمة للحوائط والحقيقة ان بحر من ثلاثة امطار بالطوب اللبن له عمل تقنية فز من نفس عزمة بحر من ثلاثين مترا بالاسمنت ويؤدي لنفس الاحساس بالانكاس البحر معمريا هو المسافة الافقية بين عمودين او كتفين او جدارين وكل عقد او قبة له بحره خطوات انشاء قب واحد البناءون يخطون قطعا مكافان بالجص الصيني على الحوات الخلفية اتنين تجزيب الجص بالقدوم تلاتة الطوبة الاولى توضع رأسية على الحوات الجانبية وبعدها ملاط مقل اربعة المدماك الثاني يبدأ بنصف طوبة خمسة طوبة ثالثة تكمل المدماك الثاني ستة المدماك الثالث يميل على الخط الرأسي ميلا حادا اقصر سبعة مزيد من الطين يوضع على المدماك الثالث تمانية المدماك الرابع تسعة المدماك الخامس عشرة اول حلقة مائلة وقد اكتملت حداشر البناءون يدخلون حشوات جافة في الفراغات ناشر الوجه المائل الحلقات يعطي دعما للمداميك التالية اشتركوا في القناة